أميرة الإثارة كيف خطفت أول عرضة أزياء سعودية الأنظار في نيويورك؟ معكم أميرة الشربيني أهلا بكم منذ صعودها على المسرح وقيامها بالسير على طريقة عرضات الأزياء العالميات لم تمر بضع ثواني قليلة إلا وخطفت الكاميرا والأضواء والأنظار من الجميع لتبرهن على مدى أناقتها وتحضرها والمستوى الاحترافي العالي الذي ظهرت به عرضة الأزياء للسعودية الجميلة صاحبة الإطلالة الفريدة من نوعها صوفي الشهري اقتحمت الشهري عالم الأزياء انطلاقا من شغافها وحبها لهذا المجال منذ أكثر من عام حيث خطت عرضة الأزياء السعودية صوفي الشهري بخطواتها الرشيقة إلى جانب عرضات الأزياء العالميات على خشبات عروض أسبوع الموضة في نيويورك بأمريكا هذه المسيرة لعرضة الأزياء السعودية تعتبر إضافة كبيرة وجديدة في توجهها نحو العالمية من خلال هذه المشاركة بإطلالاتها المتميزة التي تعكس قوة المرأة واستقلاليتها وفي إطار ذلك نشرت عرضة الأزياء سوفي الشهري عبر حسابها في أعلان استجرام صورا لمشاركتها بأسبوع الموضة في نيويورك معاربة عن سعادتها بهذه الخطوة التي تعني لها الكثير والتي تعجز الكلمات عن وصفها على حد تعبيرها وبحسب مطلعين فإن المنافسة في مجال عروض الأزياء العالمية تعتبر من المنافسات الصعبة التي تحتاج إلى رغبة ملحة وشجاعة لخضوع هذا المجال مع الطموح والإصرار إلا أن سوفي أثبتت تجدرتها وقوة عرضات الأزياء السعوديات المليئات بثقة والقدرة على المنافسة وتحدي الصعاب للوصول للعالمية يذكر أن عرضة الأزياء صوفي الشهر اقتحمت تعالم الأزياء انطلاقا من شغفها وحبها لهذا المجال منذ أكثر من عاما متسلحة بطموحها ورغبتها في الدخول إلى هذا المجال لتمثل الاهتمام السعودي بثقافة الأزياء سواء كان هذا الاهتمام بالتصميم أو بالعرض هذا وقد دخلت النساء السعوديات بشكل مبهر عالم الأزياء والموضة العالمية فتخطينا حدود السعودية حتى وصلنا إلى المنصات العالمية ولفتنا الأنظار بملمحنا العربية الجزابة ليؤكدنا ما تشهد السعودية من تطور غير مسبوك للحركة الإبداعية وصناعة الموضة وعرض الأزياء مما يجعلها حاضرة وبقوة عالميا في هذه المجالات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر